أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل التوقف التام لخدمات الإسعاف شمال قطاع غزة إثر نفاذ الوقود وقال حنجل إن صيرات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ومحطة الإسعاف في قطاع غزة وشمال القطاع خرجت منذ عدة أيام عن الخدمة بشكل كاملا ذلك بسبب نفاذ الوقود وانتهاء كافة مخازن الوقود في القطاع كما أشار المتحدث باسم الهلال الأحمر إلى أن الوضع الصحي سيء للغاية شمال غزة لخروج كافة المستشفيات عن الخدمة مضيفا أن انقطاع الاتصالات في أنحاء القطاع يصعب عمل فرق الإغاثة لفتا إلا أن تواصل العدوان والاستهدفات الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان تحيل دون الوصول إلى محيطه كرة من النار خلال الليل ودوي انفجارات وطلقات نارية من كل الاتجاهات هكذا علق أحد الفلسطينيين النازحين للخيام في غزة على ما يعانونه ليلا من تواصل القصف الإسرائيلي الغاشم ويبدو أن الظروف تكاتفت لتختبر صبرهم وتزيد من محنتهم فها هو الشتاء بأمطاره وبرودته يقبل على شعب غزة الصامد فوق أرضه فتغرق خيام النازحين ويعاني الأطفال وقبار السن من البرودة والأمراض نتيجة مياه الأمطار المتراكمة إلى جانب القصف الممنهج والعقاب الجماعي الذي تمارسه قوات الاحتلال وفي ظل قتال بري وجوي مكثف يستأسد فيه المحتل على الشعب الأعزل فيقصف الطرق والمنازل والمخيمات والمدنيين في حين يخسر على الأرض حذرت منظمات الإغاثة من وقوع كارثة إنسانية أمام عدم صياع حكومة الاحتلال لتحذيرات حليفتها الولايات المتحدة من فقدان الدعم بسبب القصف العشوائي للمدنيين وكذلك الرسالة التي حملها مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن جيك سوليفان لإسرائيل بضرورة تقليص الحملة العسكرية الواسعة وهو ما ترفضه حكومة نتنياهو السعية لتفريغ القطاع سواء بالقتل أو الإجبار على النزوح حيث اضطرت الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى ترك منازلهم خلال الشهرين الماضيين هذا ودأبت وكالة الإغاثة التي تحذر من المجاعة والأمراض على مناشدة إسرائيل لاستماح بدخول المساعدات مباشرة إلى سكان غزة العزل في حين دأبت قوات الاحتلال على تجاهل جميع التحذيرات وواصلت حملتها المصعورة للتغطية على فشلها في ترقيع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض